ومعنا من رمالة السيد مونير الجغوب القيادية في حركة فتح مرحبا بك معنا في هذه الساعة على شاشة القاهرة الإخبارية سيد مونير إذن رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو يسمي حربه في قطاع غزة بالأخلاقية رافضا اتهامات جنوب إفريقيا أمام المحكمة محكمة العدل الدولية تعليقكم على هذا الكلام مساء الخير لك ولجميع أستاذ المشاهدين لا جديد في رواية نتنياهو العنصرية والحاقدة وعقلية اليمين الإسرائيلي الذي دائما يعتبر بأنه صاحب الحق وبأن جيشه أخلاقي مع أن هذا الجيش ما يكون به هي جرائم إبادة واضحة للعيان أصبح 70% من مساكن الناس في قطاع غزة مدمرة البنية التحتية منهارة البنية الصحية أيضا البنية المصرفية والمال أيضا منهار وأصبح قطاع غزة كما يخطط له اليمين الإسرائيلي مكان غير صالح للحياة قبل 10 دقائق من الآن صرح وزير المالية الإسرائيلي إسرائيلي سموتريتش ثلاث تصريحات خطيرة جدا لها علاقة بالأون القومي العربي والمصري والفلسطيني هذه التصريحات تقول بأنه يكفي أن يبقى في قطاع غزة 200 ألف عربي وهذا موضوع خطير وخطير جدا عينا سوف يذهب 2 مليون فلسطيني إذن الموضوع الآخر يقول بأنه يشجع الهجرة هجرة الفلسطينيين إلى الخارج لأن هناك بطالة وفقر في قطاع غزة وقطاع غزة صحراء ممكن أن يحول المستوطنين الذين سوف يأتون محل الفلسطينيين إلى واحة من الجمال بالتالي كل هذه التصريحات مترابطة مع بعضها البعض وهذا هو الهدف الإسرائيلي أو هدف نتنياهو الذي لا يعلنه بل يعلنه على لسان سموتريتش أو بن غفير بالتالي الموضوع خطير وخطير جدا وله جوانب خطيرة هذا الأمر سوف تمس بكل المنطقة وبكل الجهود التي ترمي إلى وقف التهجير الفلسطينيين سواء كان ذلك قصريا أو كان طوعيا إنه ما يقوم به الاحتلال من قتل وتدمير لم يستطع أن ينفذ خطة بإخراج الفلسطينيين قصرا من أراضيهم فالآن يريد أن يشجع على هجرتهم بشكل طوعي إلى الدول المجاورة وإلى دول الاتحاد الأوروبي وإلى جنوب أفريقا أمام كل هذه المحاولات الإسرائيلية سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة أستاذ مونير بالتهجير القصري للفلسطينيين وحتى محاولات الإبادة الجماعية كما قدمت جنوب أفريقيا في دعوتها للمحكمة العدل الدولية ما هي المواقف الرسمية والفعلية لحركة فتح الأمر؟ المواقف الرسمي هو لن نسمح بتهجير أي فلسطيني ولن نكون جزء من هذه اللعبة بالتأكيد حركة فتح إلى جانب كل شعبنا الفلسطيني يرفضون التهجير نحن هجرنا مرة واحدة عام 48 وحاول الاحتلال أن يهجرنا عام 67 ولم تمر مخططاته الآن في عام 2023 يريد أن يمرر ما فكر فيه سابقا بالتالي المخططات الموجودة هي مزيدا من الصمود والإصرار على البقاء وأيضا مزيدا من التعاون العربي والإسلامي لوقف هذا المخطط الإسرائيلي فالشعب الفلسطيني وقيادته وحدهم يد واحدة لا تستطيع أن تسفر بدون الدعم العربي والإسلامي والدولي الدعم العربي الموجود مشكورين عليه وهو جهود مقدرة ونحترمها ولكن حان الآن العمل على الأفعال يعني ما يتحدث في نتنياهو هو يقول احتلال محور فلدلفيا ومحور فلدلفيا هناك اتفاقية مع جمهورية مصر الشقيقة وهناك اتفاقية معابر أيضا ما بين مصر والسلطة الفلسطينية وإسرائيل والاتحاد الأوروبي كان جزء من هذه الاتفاقية بالتالي لا يجب السماح للاحتلال الإسرائيلي بانتهاك هذه الاتفاقيات والاعتداء عليها وبالنسبة هو لا يريد أن يعيد الاحتلال الاحتلال أصلا موجود على قطاع غزة في إسرائيل تقصف القطاع حتى بعد توقيع اتفاق أسلو وتوقيع اتفاقيات مع منظمة التحرير وتنتهك كل هذه الاتفاقيات بالتالي مطلوب الآن وقفة عربية وإقليمية وإسلامية ودولية جادة لوقف المخططات الإسرائيلية ولو أن هذا الموضوع قرئ داخليا على أنه خطاب لأداخل الإسرائيلي لمزيدا من الدعم لشخص نتنياهو أشكر جزيلا على كل الأحوال كنت معنا من رمالة مونير الجغوب القياد في حركة فتح